لو اي حد نفسه ينجح في حياته ارجوك اسمعوا الكلمتين دول الانتزام والانتزام والكونين الشخصية والعادات والتقوص اليومي والتقطيع هم الاركان الاساسية لنجاح اي حد فين والحاجات دي هي الحاجات اللي بنبقى مش عايزين نعملها الحاجات اللي بنشوفها بايخة والحاجات اللي بنشوفها رخمة الحاجات اللي بنتردد لما بنجي نعملها في يومنا دا وفي الوقت اللي احنا عايشين فيه دا معظمنا عايز ينجح وهو قاعد بيهوي على الكنبة خصوصا في العالم اللي احنا عايشين فيه دا ان كل حاجة بقت سريعة وكل حاجة بقت الكترونية كل حاجة بقت برموت كنترول بقت قدرتنا ان احنا نقوم ونتحرك بيتأصعب بكتير بيتعادة عندي ناس كتير مننا ان احنا عايزين ندور على الصغرى وعايزين ندور على الكسر انا ازاي هنجح وازاي هعمل كل اللي انا عاوز اعمله وانا قاعد مكاني على الكند اللي هو انا قاعد اهو من بعيد مش بعمل حاجة هتشوف انا هنجح ازاي كل ده كلام فارغ طبعا فبنحاول نعمل اقل قدر من الشغل عشان عايزين ناخد اعلى استفادة وهي دي الصفة اللي هتخليكوا قاعدين ما بتعملوش حاجة ايا كانت ظروفك ايه حاول تحط كل حاجة كده على جنة وحاول تشتغل الفترة اللي جاية دي عشان الفترة اللي احنا فيها من اصعب الفترات اللي عدت علينا كلنا لكن في الاخر ما ينفعش نعود مهزومين وحطين ادنى على خدنا لازم نفكر ولازم نتحرك في الحياة في الشغل فيه ظروف كتيرة بتبقى خارجة عن ارادة اي حال تبقى اكبر من اي حال مهما كان شكل المنافس ومهما كانت الاعاقات اللي في الطريق او مهما كانت ظروف الناس التانية انها احسن مننا او مهما كانت المشاكل اللي حصلت لنا في حياتنا اللي جابتنا في النقطة دي كل الحاجات دي خارجة عن سيطرتنا اساسا كل الحاجات دي ما كانتش ينفع تحصل بطريقة تانية لان هي حصلت بالفعل احنا لفضلنا وقفين معلقين عليها وعملين نلاقي الاسباب اللي بتبرر لنا احنا ليه ما بنعملش حاجة عشان احنا تظلمنا وتكسرنا او تعبنا هنبدل كده نهايتي في الولا حاجة لكن الحاجة اللي في ايدينا الحاجة اللي احنا نقدر نتحكم فيها هي قدرتنا على اننا نفضل نشتغل ونفضل نعافر ونفضل نطور من نفسنا مفيش اعذار ومفيش تبريرات ومفيش حد تاني نلومه كل الموضوع على كتاب كل واحد فينا عشان كده كل واحد فينا لو عايزين احسن حياة نفسنا لازم نركز على اننا نفضل ناخد مسئولية حياتنا فكل نجحنا وفشلنا فعرفوا انتم محتاجين تعملوا ايه وركزوا انكم تفضلوا تعملوا لحد ما تنجحوا فيها وبكده نوصل لنهاية الحلقة يارب بيكون الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد